لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لذلك نجد التأثير هذا والسلبي هذه امتدت حتى إلى رئاسة الجمهورية كنا في عهد بوتفليقة لا يوجد إعلام رسمي أصلا لا يوجد إعلام توجد أوامر فوقية تنفذ وانتهى الأمر لا يوجد سياسة إعلامية بمعنى الكلمة ما كانش جاء الرئيس تبون ووعد بأنه يغير هل نجح تبون في صناعة سياسة إعلامية على مستوى رئاسة الجمهورية لنتكلم المشكلة أنه حتى الذين أحاطوا بالرئيس الجمهورية كلها عبارة علوا بها محمد السعيد هذا معروف توجهاته القريبة من طيارات حزبية معينة وتحديدا القريب من جماعة الإخوان كان في المعارضة لم يكن يوما حتى في في مقرب من تبون أو في هيئته الانتخابية أو شيء من هذا أو في حملته الانتخابية أو شيء من هذا لم يكن حسب معلوماتي جاء وبدأ يصنع لوبهات ليس لصالح رئاسة الجمهورية للأسف الشديد يصنع في لوبهات من أجل حزبه هو أصلا عنده حزب سياسي لذلك يريد أن يصنع لوبهات في الصحافة وفي كل دوائر الحكومية الخاصة بالإعلام من أجل أن يصنع لوب إعلام قوي يخدم حزبه السياسي إذن محمد السعيد يريد خدمة حزبه السياسي وليس خدمة رئاسة الجمهورية ولا رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يقول سيد عبد المجيد تابون يقول بأنه مرشح لكل الجزائريين وأنه مستقل وليس لا يمثل أي حزب رغم أنه كان عوض قيادة في جبهة التحرير ولكن هذا قال ألو ترشح حر لم يترشح من جبهة التحرير أوكي ولكن أنت جايب واحد أعطي له منصب كبير لا أكبر من حجمه حقيقة أكبر من حجمه وتشير المعلومات أنه هناك صراعات في الطاقم الإعلامي لرئاسة الجمهورية لا تحصل موجودة صراعات موجودة حتى ما تعرض له العقاب لحقتني بعد ذلك معلومات تتحدث بأن العقاب أيضا راح ضحية اللوبيهات والصراعات التي تحدث في المحيط الإعلامي لرئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية تحتاج إلى مؤسسة إعلامية لديها رئيس ولديها فروع فيها فرع خاص بالسمع البصري فيها خاص بالصحافة المكتوبة فيها الصحافة المحلية فيها الصحافة الدولية فيها الصحافة الإلكترونية بكل اللغات مترجمين إعلاميين بمعنى الكلمة يكون عمل مؤسسي وليس عمل لشخص ضمن إطار حزب سياسي ينتمي إليه يريد أن يصنع له فضاء في العهد الجديد حتى يبقى دائما تحت صاحب نفوذ وصاحب تأثير وما إلى ذلك لأنه حتى محمد السعيد يدرك تماما أنه قد تأتي لحظة ويقول له مع السلامة والآن فيه معلومات تتحدث أنه ربما في الأيام القادمة ستتم إقالته هذه بعض المعلومات غير مؤكدة ولكنها تدور في أروقة رئاسة الجمهورية قد تدخل في إطار الصراعات هذا يجب بالبساط بهذا أو أنه حقيقة ستتم إقالته بسبب الفشل الذي عانى منه ونذكر حقيقة لما أعلن عن أول حكومة أو حكومة عبد العزيز جراد حتى الأسماء أغلط فيهم مدير عام صندوق لأسنوس مستشار في وزن نسيم الضياف شهادة تخصص في الهندسة البائية مؤسسة ستارت أب ومستشار في سيبرناتك الأمنية عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن لطفي والوزير دعم الوزير لطفي دراسات إما أنه هذا نحن نعرف أنه متحدث جيد حقيقة ولكن بهذه الطريقة أعطى صورة سيئة إما أنه لم يكن يعلم أو أنه لم يحذر أو أن القائمة هو رايح القاعة لنقاع بشير قيدير ندو الصحفية هم أغجبونه لا لا يسقلونه أدخل أقرأ ولا وجدها فوق الطاولة هذه صورة سيئة جدي إذن الوضع الإعلامي هناك صراعات هناك صراعات أكثرها إديولوجية لا نعلم بأن المشكلة الإعلام الجزائري هي الصناعة الصراع الإديولوجي والخلفيات آت للصحفيين والمؤسسات وهذا الصراع انتقل إلى مؤسسة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله